أنا بنتقبل كتير يعني هنا وإنك ومدينة الانتاج كلها خالد خليني أبدأ معاك نتكلم عن الأهلي وفكرة هنا كولر من وجهة نظرك طبعا صعبة جدا دلوقتي أن أحكم ويبقى مش من الزكاء أن أنا أصلا دلوقتي أحكم على كولر أبدا ولكن في بوادر في تاكتكس في تناغم بين اللعيبة بيبان من الأول مع الجهاز الفني أو لأ في مطشين وديين لعبناهم أداءنا فيهم من وجهة نظرك إزاي وهل ده مؤشر جيد أم لا إفريقيا كمان لو هنتكلم عن الأهلي والاتحاد المنستيري أنت بتشوف ده زي لنمو براه برضو في غاية الأهمية هو كان بينافس على بطولة الدوري التونسي وطبعا التراجي اللي أخدها لكن لعب برضو بشكل محترم جدا طيب خلانا نقسمت سؤال الجزئين خلانا نبدأ بالشق الأول أو كولر مارسل كولر المدير الفني السويسري الجديد للنادي الأهلي مستحيل أقدر حكم عليه حتى بالمطشين الوديين اللي هو لعبهم لحد دلوقتي حتى المباراة لم تكن مذاعة فما نقدرش نقوم عليه بشكل فيما يخص التاكتكس وفيما يخص الفلسفة اللعبة جوة الملعب نقدرش نقوم عليه بشكل كبير نحن نبسك على السكور إنه هو كويس بالضبط كده السكور بتاع مباراة أسوان بالأمس سكور بيد اندكيشن لطريق التعامل كولر مع اللعبة ليه؟ انت الشوط الأول مخلصه واحد صف كولر طلع ما بين الشوطين وعد اللعيبة بعدما دههم المحاضرة اللي ما بين الشوطين والتعليمات الجديدة قال لهم اللي هيجيب جون هتديله مكافأة من جيبي دي طريقة فيه طريقة من الاتنين كنت دايما بقول أن المدربين حاجة من الاتنين يا إما مدرب استريكت جدا بيعمل مسافة ما بينه وما بين اللعيبة بس دواب يتطلب منه أن هو يبقى معه لعيبة على أعلى مستوى وهو معهم بقاله فترة طويلة فهم فهموا فلسفته زي ما أنه الجزء مثلا لست كنت حقول لك بالضبط ما أنه الخصي كان كده بالضبط كده زي فرارة في الزمالك زي النوعية دي من المدربين زي روي فيتوريا مع منتخب مصر وفي نوع التالي هو ليس فيتوريا ما بنش قوي لا بس هو دي شخصيته المعروف عنها لما كان بيدرب كل الأندية قبل كده وآخرهم من نصر السعودي لأننا شفناها حتى في المنطقة العربية طريقته عاملة إزاي هو كده هو نفس المدرسة الحزم الشديد والتعامل مع اللاعبين بالشكل طريقة اخترافية أنا مدرب وإنتوا لعيبة مش كولر لا كولر من أول يوم بيقرأ لوايح النادي بيتعرف على اللعيبة بيقرب منهم بيهزر معاهم مبارح بيقولهم اللي هيجيب بقول أنا هديله مكافأة من جيب الشوط التالي بينزل اتنين واحد عرفتش أنا حجب التفاصيل أوه